إذن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سجنة محمد وعلى أهل وصحب الأجمعين أهلا وسهلا طلبت الفصل الخامس بمصار الفقه وأصوله شعبة الدراسة الإسلامية نلتقي في الحصة الثانية من مادة ووحدة مقاصد الشريعة الإسلامية نذكر أننا تحدثنا في الحصة الماضية عن بعض المقدمات الممهدات للمقاصد تعريفا وأهمية حيث قلنا بأن المقاصد لغة هي التوجه والأم فقصد قصدا أي توجها وأما وفي الإصطلاح كما هو مجدول عند علماء الشريعة وعلماء مقاصد الشريعة إسلامية هي مقاصد الشريعة هي معاني وحكم ومصالح التي تنطوي عليها الأحكام الشرعية باعتبار أن الله عز وجل لم يشرع حكما إلا وتحته مصلحة وتحته معنى وتحته حكمة لهذا لا تخلو أحكام الشريعة الإسلامية من المقاصد والمعاني ولهذا لا بد أن ننتبه إلى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى دائما وغالبا ما يقرن الأحكام الشرعية التي يشرعها بصفة الحكيم عزيز حكيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بمعنى أن الله عز وجل يصدر سبحانه وتعالى في أحكامه عن صفة العزيز باعتباره قادر وباعتباره حاكم سبحانه وتعالى ولكن هذه القدرة وهذه الحاكمة لله عز وجل لا تخلو من حكمة فلهذا الله عز وجل حكيم ومعنى أنه حكيم معنى أنه لا تخلو أحكامه ولا شرائعه ولا تشريعاته ولا أوامره ولا نواهيه عن الحكمة إذن بقدر ما نبحث عن حكم الشريعة الإسلامية في أحكامها نجوبا أو ندبا أو كراهة أو تحريما أو إباحة ينبغي أن لا نتوقف عند هذا المستوى بل لا بد أن ننتقل المستوى الثاني مستوى الحكمة لكي نفعل صفة الحكيم إذن ينبغي أن نفعل صفة الحكيم حتى لا نكون معطلة وكي نمعطلة بمعنى الجديد وأننا نعطل أحد صفات الله عز وجل ألا وهي صفة الحكيم ولهذا لا تخلو آيات الله عز وجل في القرآن الكريم في بسط خلقه وفي بسط أمره من صفة الحكيم فنجد الله عز وجل مثلا يعلل لنا مقاصد الخلق يعني حتى الخلق المادي الكوني لا يخلو من حكم وخلق الكون من جهة وخلق الإنسان المستعمر أو المستخرف في هذا الكون أو لهذا الكون ولهذا الله عز وجل يقول مثلا في حكمتي أو في مقاصدي الخلق عموما وما خلقت الجن والإنسان الذي يعبودا في خلق بعض عناصر الكون ولقد زين السماء الدنيا المصابح وجعلناها رجوما للشياطين والخيلة والحمرة والبغالة التي تركبها هو زينة يعني أن الله عز وجل خلق هذه الدواب خلقا وظيفيا للركوب وكذلك خلقا جماليا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون إذن فهذا فيما يتعلق بمقاصد خلق الله عز وجل للكون وللإنسان كذلك فيما يتعلق بالأوامر أو بالأحكام الشرعية فما من حكم الحكم المذكور في القرآن إلا ومعلن بالحكمة حكم المحرمات حكمة تحريم الزنا إنه كان فاحشة وسأسبيلا حكمة تحريم الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغداء في الخمر والميسي وسطكم عن ذكر الله وعن الصلاة تحريم مأربة مثلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تحريم أن يتزوج إنسانه زوجة أبيه ولا تنكحوا من أرحى أبأكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسأسبيلا هذا في المحرمات أما في الأوامر سواء كانت في العبادات أو في غير العبادات فإنها أيضا معللة أقمي الصلاة لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ إن الصلاة ستنعى الحشة ومنكر خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني الحج ليشهدوا منافع لهم هذا في العبادات التي يتصور أنها بعيدة عن التعليل باعتبار بعدها التعبدي الذي يعتقد كثير من ناسهم بغاية أن يكون خالصا وأن يكون خاليا من البعد المقصد والبعد المصلحي فكيف بالمعاملات كمعاملات التي شرع الله عز وجل مثل الزواج ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مدة ورحمة إلى غير ذلك من الآيات إذن باختصار أحكام الله عز وجل لا تخلو من الحكم ولا من المقاصد ولهذا منهجيا فكما أن الله عز وجل قد بسط أمره وخلقه وأمره ألا لو الخلق الأمر بسطا مقاصديا فعلى المسلم أن يقصد ما قصده الله بحيث يبحث في كل حكم حكم يبحث عن قصد الله وعن مصلحة الله وكذلك عن المنفعة المرجوة من ذلك الأمر الذي شرعه الله عز وجل ولهذا انتبه الإمام من القيم في كتابه القيم أعلام عنده كتاب اسمه شفاء العليل شفاء العليل حيث صدره بهذه الشهادة التي تشهد بأن القرآن والسنة مليئان بالتعليل وأن الأصل في القرآن السنة والتعليل يقول الإمام من القيم في كتابه عفوا في كتاب مفتاح نحو مئة موضع أو مئتين نسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوية لهذا فالأصل أن نتعامل مع الأحكام الشرعية تعاملا مقاصريا تعاملا تعليليا لماذا؟ لأن المقاصد تمثل كما ذهب إلى ذلك أبو حامل غزالي الفيلسوف الصوفي الأصولي الفقير حجة الإسلام يقرر تقريرا أو تقريرا مبدئيا وكليا على أن المقاصد تمثل منارة المجتهد تمثل قبلة المجتهد المجتهد الفقير وهو يصنبط الحكم الشرعي لا بد له من مرجع يرجع إليه حتى يسدد اجتهاده يعني كيف يمكن أن يحكم المجتهد الفقير على أن اجتهاده أو استنباطه صحيح أو خطأ وهو موافقة اجتهاده إصابة اجتهاده لمقاصد الشرعي الإسلامية فلا بد أن يستقبل أمامه أن يستقبل قبلة المقاصد المقاصد قبلة المجتهدين فكما أنه لا تصح الصلاة إلا باستقبل القبلة الصلاة التي نصليها رغم تعبديتها رغم رمزيتها فلا بد لها من قبلة مادية من قبلة حسية وهي الكعبة مثلا فلا تصح صلاتك إلا عندما تستقبل القبلة مع أن الله عز وجل موجود في كل مكان ولكن صحة الصلاة بمقرونة مشروطة بالتوجه إلى القبلة إلى القبلة فلا تصح صلاتك التعبدية إلا باستقبل القبلة كذلك لا تصح صلاتك أيها المجتهد لا يصح اجتهادك أيها المجتهد لا يصح فقك أيها المجتهد إلا إذا استقبلت قبلة المقاصد إذن فالمقاصد شرط شرط الاستنباط وشرط الاجتهاد ولهذا اعتبر الإمام الشاطبي على أن معرفة المقاصد شرط من شروط المجتهد إذن المقاصد قبلة المجتهدين الإمام الشاطبي يقول ويقرر على أن المقاصد أرواح الأعمال العمل يمكن أن نعتبر أن العمل جسد وروح الجانب الجسدي في العمل وجانب التقوص الجانب الشكلي الصلاة مثلا هي هيئة ركوع وسجود وقراءة القرآن وذكر فهذه هيئة الصلاة ولكن روحها هو النية هو الإخلاص هو قصدك لله عز وجل في تلك الصلاة إذا كل عمل فهو ميت فهو جتة هامدة ما لم تزرع فيه أو ما لم تكن فيه الروح والروح هي المقاصد فنعلم على أن الإنسان الميت الإنسان الميت مثلا الذي نزعت منه الروح يتحول إلى جتة جامدة هامدة متعفنة متفتتة ومنثرة وكذلك نتنا إذن عادة الإنسان عندما يكون حيا يكون وسيما يكون مرنا يكون دلائحة طيبة يكون متحركا يكون حيا بمجرد أن تنزع من ذلك الإنسان أن تنزع من الروح يصير جتة هامدة الجمود والخمود ثم رائحة هنتنا ثم شكله منفر ثم رائحة هنتنا وإذن شكله أو جتته تتفتت هذا في الجتة المادية فكذلك بالجتة المعنوية الأعمال الشرعية إذا لم تكن فيها المقاصد باعتبار روحا فإن ذلك العمل الشرعي يكون ميتا يكون منفرا يكون جامدا الفقه الذي ليس فيه مقاصد فقه جامد الفقه الذي ليس فيه مقاصد فقه منفر الفقه الذي ليس فيه مقاصد فقه غير متماسك إذن فالمقاصد أرواح الأعمال كما قرر الإمام الشاطبي هناك قولة أيضا تقرر على أن الشريعة الإسلامية لم يشارع الله عز وجل نكاية في الإنسان لكي يعذبه لكي يشق عليه يعني حتى مثلا العقوبات الإسلامية أو حتى العقوبات الإسلامية التي قد مرى فيها نوعا من قسوة قطع يد أو جلد زان أو القتل في مقابل الذي هو القصص رغم هذا الجانب الصعب أو القاسي في مثل هذه الأحكام التي العقوبات فهي بغي أن لا نعتقل لأن الله عز وجل أراد أن يقصو على الإنسان أراد أن ينشق عليه أو أن الشريعة نزلت نكاية في الإنسان الشريعة الإسلامية نزلت لمصلحة الإنسان لمصلحة الإنسان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا فكل كل شيء حتى ولو كان في شقه الخارجي في شقه الخارجي قاسيا فإنه يكون رحمة ويكون نعمة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم الأستاذ على الفاسي وهو أحد المقاصدين المغاربة له قولة مهمة جدا وهي أن الشريعة الإسلامية هي أحكام تنطوي على مقاصد وهي مقاصد تنطوي على أحكام ولهذا نراحل الآن في المدرسة المعاصرة المدرسة النصية الظاهرية تنص على أن الأحكام الشريعة الإسلامية هي أحكام بدون مقاصد ينبغي التعامل معها تعامل حكميا وليس التعامل مقاصديا ولكن في المقابل مدرسة أخرى معاصرة وهي المدرسة الحادثية تقول بأن ينبغي أن نتعامل مع الشريعة الإسلامية تعامل مقاصديا والأحكام متجاوزة ينبغي فقط أن نحقق المقاصد المقاصد مثلا عندهم في العقوبات والزجر إذن كل عقوبة تحقق الزجر سواء كان سجنا أو حبسا أو غراما فإنه مقاصد شرعا وهو الحكم الشرعي فذلك ينبغي مثلا الوقوف عند الأحكام الواردة قطع اليد الصارق أو جلد الزاني أو كذا فهو عند المدرسة مدرسة تتعامل على أن الشريعة الإسلامية هي أحكام فقط وينبغي أن لا نعللها وأن لا نقصدها وأن لا نتعامل مع تعامل المقاصديا وفي المقابل في الشق المفرط أما الشق المفرط الذي يراعي المقاصد فإنه ينفي الأحكام ويتعامل فقط مع المقاصد حتى تكون مقاصد حاضرة ومواكبة للإنسان في كل ذلك المكان والأحكام تكون بعد ذلك متجاوزة لأن الأصل هو المقاصد والأصل والمصلحة ولكن الأمر يسكى ذلك لأن الله عز وجل لو أراد ذلك لأنزل الشريعة الإسلامية عبارة عن إما عبارة عن حكم غير معللة وإما عن مقاصد غير منطوية وغير منطوية تحتها الأحكام الشرعية فالإمام فالأستاذ على الفاسي رحمه الله جاء بهذه القولة التي تجمع بين المدرستين المدرسة الظاهرية والمدرسة الحادثية المدرسة الظاهرية الجامدة على النص وعلى الحكم والمدرسة الحادثية التي تهدر الحكم لحساب المقاصد فقال هذه القولة والتي يمكن اعتبارها شعارا جيدا وشعارا مهم جدا الشريعة مقاصد تنطوي على الأحكام وأحكام تنطوي على مقاصد الأستاذ أحمد ريسوني وواحد كبار المقاصدين في هذا العصر له قولة أيضا مقاصدية جيدة جدا وهي أن الشريعة مصلحة يعني من السائد قول الفقهاء أينما كانت المصلحة فتم شرع الله يعني هذا إطار المصالح مرسلة يعني إذا تبتت في المستجدات الحضارية مصلحية أي تصرف أو أي أمر فهو شرع إذا شرعية الأمر يعني تتبت بمصلحية بمصلحية ذلك الأمر أينما كانت المصلحة وتم شرع الله ولكن لنبغي أن نتابع أيضا إلى العكس يعني بقدر ما كل ما شرعه الله عز وجل فإنه مصلحة في حد ذاتها إذا في عندنا تنائية الشريعة مصلحة وكذلك المصلحة الشريعة ولهذا لا تعارض بين العقل والنقل كما لا تعارض بين المصلحة والشريعة هناك بعض ناس يفتعلون هذا التعارض فيقول أن الشريعة تعارض المصارح لا إذا تبت هناك إذا تبت في الظاهر تعارض بين المصلحة والشريعة إما أن ذلك الأمر ليس مصلحة وإما أن ذلك الأمر ليس شرعيا يعني قد يكون عندك اجتهاد الفقهي ينسب إلى الشرع ولكنه ظن يتعارض مع مصلحة فهنا تعارضه نابع من عدم شرعيته ومن عدم قطعية شرعيته أو العكس إذا وزتنا نصا قطعيا شرعيا يعارض مصلحة فإن ذلك الذي يعطى المصلحة ليس مصلحة في ذاته لا يعقل أن تكون شريعة المصالح تناقض المصالح أن تكون شريعة المصالح تعارض المصالح إذن إذا وقع تعارض بين الشريعة بين أمر شرعي وأمر مصلحي فينبغي أن نتهم أحد الأمرين إما أن ذلك الأمر ليس شرعيا وإنما الصباط الفقهي وظني وغير صحيح وغير ثابت وغير قطعي وإما أن ذلك الأمر ليس أصلا مصلحيا لأنه مشوب مجموعة من المضار ومجموعة من المفاسل إذن عندما نتبت ونؤكد شرعية ذلك الحكم فلابد أن تتبت مصطحيته وعندما نتبت مصطحية ذلك الأمر فلابد أن تتبت له شرعيته إذن فلا تعرض بين الشريعة التي هي أمر الله ولا تعرض بين مصطحة التي هي خلق الله ألا له الخلق والأمر لا يعقل أن يصدر من الخالق الآمر ما يعارض خلقه أمره أو ما يعارض أمره خلقه إذن مادم قد صدى من الله عز وجل خلقا وأمرا فلا تعرض بين الخلق المصلحة وبين الأمر الحكم الشريعي إذن فالشريعة مصلحة والمصلحة شريعة يقرر الإمام بن القيم وهو أحد كبار المقاصديين في كتابه القيم إعلام مواقعين هذا الأمر يتبت ويقرر مصلحية الشريعة بقوله فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عادل كلها ومصلح ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العباد فليست من الشريعة في الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل وهذا وليقرر ما قلنا سابقا يعني الأصل أن الشريعة حكمة ورحمة وعادل ومصلحة فإذا وجدنا شيئا يعني خارجا منها ينسب إلى الشريعة ولكن وليس حكمة ينسب إلى الشريعة وليس رحمة ينسب إلى الشريعة وليس مصلحة ينسب إلى الشريعة وليس عدلا فإنه ليس أمرا شرعيا وإن أعمل فيه بالتأويل إذن معيار الشرعية المصلحة معيار الشرعية الحكمة معيار الشرعية العدل معيار الشرعية الرحمة فهذه المعايير وهذه المقاييس وهذه أبعاد الشريعة وأبعاد مقاصدها أن الشريعة جاءت لتحقيق العدل لتحقيق المصلحة لتحقيق الرحمة لتحقيق العدل فهذه هي مقاصد الشريعة فكل أمر شرعي بين قوسين أو ينسب إلى الشريعة بين قوسين قد فقد العدل وقد فقد المصلحية وقد فقد الحكمة وقد فقد الرحمة فإنه ليس من الشريعة وإلا فإن ذلك من باب التأويل ومن باب التعسف في استنباط ذلك الحكم ونسبته إلى الشريعة إذن الشريعة الإسلامية شريعة الحكم والمصالح ولهذا إذا أردنا أن نرخص الشريعة الإسلامية في كلمة واحدة يمكن أن نقول بأن الشريعة الإسلامية نفع ودفع أي جلب المصالح نفعا وضرء المفاسد دفعا إذن مئات آلاف الأحكام الشرعية آلاف تصرفات المكلفين لا تخرجوا أحكام الشريعة المتعلقة بها إما دفعا للمفاسد وهي المحرمة وإما جلبا للنفع أو نفعا أو جلبا للمنافع من خلال الأوامر ومن خلال الواجبات والمباحات إلى غير ذلك إذن بعدما تقرر هذا يمكن أن ننتقل إلى السؤال الثاني وهو ما مقاصد معرفة المقاصد بالنسبة للمكلف المكلف ينبغي أن يعرف المقاصد لماذا؟ لأنه إذا أقبل على حكم شرعي دون أن يعرف المقاصد فإنه قد يضيع ذلك الحكم قد لا يأتيه كما ينبغي فمعرفة المقصد يجعل عمله مسددا إذن أنت عندما تعرف أن الله عز وجل شرع هذا الحكم لهذا المقصد فإنك ستكون حريصا وأنت تقيم ذلك الحكم أن يحقق مصلحته أن يحقق مقصده فعينك على الحكم وعينك على المصلحة وبالتالي يكون عملك مسددا لماذا؟ لأن شعارك ومنطلقك ليس وإنجاز ذلك الفعل بل إنجاح ذلك الفعل مثلا عندما تتطلب من الطالب تقول له ينبغي أن تقرأ ذلك الكتاب الأستاذ الذي يقرأ عليك الطالب كتابا ففرق أن يقرأ ذلك الطالب الكتاب لكي يبرئ دمته وفرق أن يستوعب الكتاب لأن المصلحة المروة من قراءة ذلك الكتاب هو تحصيل فوائد ذلك الكتاب فيمكن أن يقرأ مرة أو مرتين ففرق بين من يقرأ من أجل إنجاز وإبراء الدم ولو لم يحصل المصالح أو المقاصد من تلك القراءة وفرق بين من يبدل شهدا لكي يتقن ذلك الفعل إذن فعندما تقبل على الحكم الشرعي أو على الفعل الشرعي بخلفية المقاصد وتحقيق المقاصد فإنك تتحرك وتنطلق من خلفية الإتقان من خلفية الإنجاح أما إذا كنت تريد أن تأتي الفعل إبراء للدم فإنك تقوم بالحد الأدنى ولو لم يحقق المصالح كثير من الناس يصلي ولكن لا أترى صلاتهم على حياتهم الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشيء منكر فعندما تصلي فأنت أحد شخصين إما أن تصلي لكي تبرئ الدم ولكي تتخلص من ذلك الفرض وهذا والإنجاز هو الذي يتحقق بشرط فقهية من حيث صحة الصلاة في الظاهر وبين أن تنجيح تلك الصلاة بحيث يكون لها أطر واستقامة سلوكية ابتعاد عن الفحشاء والمنكر إذن فرق بين صلاتين صلاة فيها الحد الأدنى من إبراء الدم وقد تكون صحة في ظاهرها ولكن ليس لها أطر وبين صلاة تريد أن تحقق لك أطرها وأن تحقق لك مصلحيتها بالاستقامة السلوكية ولهذا فرق بين مصلي ومصلي بين مصلي يعني مسدد في صلاته لأنه يريد أن يحقق المصلحة المرجم للصلاة وبين مصلي ليس مسددا في صلاته لأنه يقف عند الحد الأدنى إنجازا ولا ينتبه إلى إنجاح كذلك الصيام لعلكم تتقون فهناك الحد الأدنى من الصيام الذي هو الإنجاز وهو الإمساك عن الأكل والشرب وعن الشهوات وهناك مستوى الإنجاح وهو لعلكم تتقون إذن فالصيام المسدد هو الصيام الذي يطمر التقوى لعلكم تتقون وليس الصيام الذي فيه الحد الأدنى وكذلك التشريعات الإسلامية كلها إذن فمعرفة المكلف للمقاصد يجعل عمله مسددا لماذا؟ لأن عينه على تحقيق المصطح المجروم من ذلك الفعل الشرعي ولهذا كلما راعى تحققه في الواقع كلما كان عمله مسددا ثانيا عندما تأتي الحكم الشرعي وأنت تعرف لماذا خاصة الجانب المنفع الذي يعود عليك فإن الإنسان يحب المنافع ويحب المصالح فإذا دخلت على حكم الشرعي وأنت تعرف المصطحة المرجوة والمصطحة العائدة عليك فإنك تحب سلك المصطحة وتستمتع بها وعندما تستمتع بها فإنك تطيل أمدها بدلا أن تصلي في خمس دقائق فإنك تصلي في عشر أو خمس دقائق لماذا؟ أنك تستمتع بالصلاة وهنا يكون الفرق بين الصلاتين بين الصلاة الإنجاز وصلاة الإنجاح بين الصلاة الإنجاز التي أرحنا منها يا بلال وبين صلاة السمتاع ويأرحنا بها يا بلال إذن هناك من يصلي باعتبار الصلاة تكريفا وكلفة يتخلص منها بالحد الأدنى وبينما يصلي باعتبار الصلاة كلفاً وحباً فإنه يستمتع في الصلاة ويمدد أمد الصلاة إذن هذا الذي سميه أعتبرناه تمديد للعمل الشرعي أو للفعل الشرعي أو الحكم الشرعي بالإذن المجتهد يحتاج إلى المقاصد لكي يجدد الوسائل لأن الوسائل متجددة فينبغي أن يجدد الوسائل لكي يحقق المقاصد إذا لم يكن عنده بعد مقاصدي أو نظر مقاصدي فإنه يستجمد على الوسائل التي كانت في عدن نفس السلام باعتبارها بالسنة مثل زكاة الفطر إذا اعتبرنا أنها تراعى فيها قوت البلد فليمكن أن يجبه عند القمح والشاعر كما جاء في الحديث لأن ذلك هو قوت البلد في عدن نفس السلام يمكن أن نفتحها على قوت البلد كالأرزي في بعض البلد الأسيوية ولكن إذا تقينا إلى بعد المقاصد في زكاة الفطر وهو المتحقق أو المقصود من قول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال يوم العيد يعني المقصود من زكاة الفطر وهو إغناء الفقير عن يوم العيد إغنائه بحيث لا تمتد يده إلى تسولاً وهذا يحققه لنا الآن في هذا العصر تحقق هذا النقود فالنقود تحقق الإغناء أكثر ما يحققه القمح أو الشاعر أو الأرز أو المطعومات إذن فالفقير الذي يأخذ مالاً يستفيد منه في تلك الظحظة شراء للحلوى شراء للملابس شراء للوازم أما إذا أخذها قمحاً أو شاعراً أو طعاماً فإنه يحتاج إلى وقت لكي يصرف ذلك المطعوم أو ذلك الطعام فلن يستفيد يوم العيد من زكاة الفطر إذن الذي يحقق الإغناء حقيقة هو النقود وليس الطعام إذن فهذه المقاصد قد نفعت الفقه في الاجتهاد بحيث جدد اجتهاده وجدد فقه بتجديد الوسائل إذن الوسائل متغيرة ولكن المقاصد ثابتة فيمكن الاجتهاد الفقهي أن يجدد الوسائل ويعتمد الوسائل متجددة والمستجدة لتحقيق مقاصد الأحكام الشراء إذن هذه باختصار ما يمكن أن نقوله عن مقاصد الشريعة الإسلامية يعني تعريفاً وكذلك أهمية سواء أهمية أو عائداً على المكلف أو كذلك عائداً على الفقه إذن نتوقف عند هذا الحد ونلتقي في الحصة القادمة للحديث عن التأليف المقاصدي أو عن نشأة هذا العلم من حيث التأليف إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر